لم أنس زينام بعد الخدر حاسرة تُبدي النياحة ألحاناً فألحاناً مسجورة القلب معذوراً أخوتها ذبايح رحلها أبيح مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمحصرات تصب الدمع عقياناً ونتولي تدعو أباها يا أمير المؤمنين ألا قوم يا حلال المشاكل يا ملاذ الضايع يا علي تدعو أباها يا أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعاياناً وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حماناً ومن يأوي يتاماناً ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا ولي يتعدو ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا بس هذه أعظم أعظم على عليها أعظم على أمير المؤمنين شو عندها زينب يتقل لها إن عسعساً ليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يعنزاناً بامسلب يا شيعة فانها يضلع لك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفنا قتلاناً أنت يا سيدتي متعودة على المصائب نحن نسميهم المصائب زينا نسميها كعبة الأحزان ليش؟ لأنها من فتحة عيونها على الدنيا فتحتها والزهرة معصورة بين الباب والجداء وغمضت عيونها والحسين تطحن حوافر الأعوجية صدره وظهره كلها مصائب زينب أولي ياهو مصاب سطب قلبك يا حزينة خلاج طول الدهار منحولة وحزينة صاحت أني قلبي من اللعاء الذائب وأن ما تنحص جروحي لفين من المصائب من صغر سني شافتي عيوني العجايب ما جافتي دموعي على خدودي هتون أخوات المؤمنات اللي يسمعون شفتوا أمي الزهرة مبين الباب والإجداء مكسورة الضلعين وهي تصرخ بلخم واناك يا حيدر ما تجي وتشلع المسمار هو أبو يطلع بالأعاد ملب بي وشاهدت عيني والدي راح الفراسة سيف ابني ملجم يوم صاب وشق راسه وما فات بالضربة دواه وغابة فاساية شفت الخلايق للمقابر شايلي وشفت الحسين خويا جرع من كاس لسموم مرمي على فراش المرض ما يقدر يقوم بالطشة ظلت جبدته تسباح بالدموم بس هامهم نعشى الأعاد مصوبي شفت العزيز حسين مرمي فوق غبرا شفت الشمور بنعال صاعد فوق صاعد يا علي وقبال عيني شال سيفه وقطعنا حراه خلصت المصايف زينب قالت لا بدأت يا شيعة بدأت تقولوا من بعد ما ظلوا على حر الوطية انها تخدري وركبوني على مطية دشوني بمجلس وساتر ما علي وقبال عيني راسخوا يمهى الشمينة ترجمة نانسي قنقر شكرا